بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نارضة الويب اس اس ال او الاس اس ال vpn بداية اه الموضوع الريموت اكسس vpn لو عندي انتهينا خلاص من موضوع استاد اوستاد vpn ربط فرعين تعالى نشوف لو كلاينت عندي في البيت وعاوز يكون نكت على الجيتوي بتاع الشركة سواء كان راوتر او فايرول ويقدر يأكسس الريسورس اللي هو الشركة من بيته ده عن طريق ايه عن طريق الريموت اكسس vpn فده الكنكشن مباشر من جهاز اليوزر للراوتر او للفايرول اللي هنا مقاربك هو الفايرول بس فعندي هنا الكنكشن ممكن يتم بطريقة من اتنين يأما عن طريق البراوزر ان الكلاينت يفتح البراوزر وده بنسميه الويب اس اس ال vpn او عن طريق برنامج بيستطابه عنده وهنا هيبقى عندي برنامجين اتنين منهم برنامج الاني كونكت وده قايم على البروتوكول اس اس ال البروتوكول تشفير و ال vpn كلاينت وده هيبقى قايم على ال ipc الاشغال دلوقتي هو الاني كونكت وهنشوف النوع الاولان اللي هو الايه اللي هو الكنكشن من خلال البراوزر طبعا ايهما افضل طبعا كده كده اللي اتصال بالبرنامج افضل بكثير من البراوزر البراوزر هيكون عبارة عن ايه يعني عبارة عن شوية روابط جوه البراوزر الادمن بيزبطهم له بحيث لما يدوسها عليها كده يوديه على مكان معين يعني شوفنا ال .يمودية جدا و تعلا ونشوف على المستقبل link عندك هنقلة الجهاز client هيكونيكت على ال Genie من خلال يفتح البراوزر و يكتب الرئيors او عنوان ال Genie الوointed تالي فاتد او اي نهي ان كان الجيتويد اللي عندك ساعتها هدخل اوزر نيمو باسورد و يقدرように استخ pocz من خلال روابط المغرب البراوزر مش بيتحرك جوه النتورك زي ما يكون متصل بالبرنامج. لما يكون عمل connection ببرنامج بطول متسطاب عنده زي inconnect مثلا. خلاص بيقاله حرية الحركة في النتورك بالكامل انه هو بيبقى في شبكة تانية وبتعامل روتنج بينه وبين الانترنال نتورك في يقدر يخش على اي شيري يقدر يستخدم اي طول من عنده يقدر يعمل ريموت ديسكتوب بيعمل تيل نت بيبقى بيتحرك براحته لكن من جوه البراوزر عبارة عن ادوب شوية رعابط بس ونفيش غيرهم يقدر يدوس عليهم والرعابط اللي الادمن بيكون حدي البرتوكولات اللي استخدامت في حاجة زي كده الاول هنا بيقالوني بس نقول بين ال ssl وبين ال ipsec. ال ssl ده web based application لكن ده application محتاج انك لازم تسطبه على جهاز ال user. من ناحية سهولة الاستخدام طبع ال ssl اسهل السل اسهل السل اسعب شوية لك انه هو much more secure هنا حتى ال ssl اقل من ال ipsec. طب لو جاني بقى ال ssl نفسه اللي هو الطور دلوقتي بقى اسمه بقى ال tls والي اغلى بمتصفحات دلوقتي بتدعم ال ssl ده عملية شركة نتسكيب سنة التسعينات بعد كده اتطور اه طورات ال iatf بقى اسمه ال tls. هنا طبعا كان فيه شوية سورات في ال ssl بس طبعا طبعا تم تعديل الحاجات دلوقتي كلها واتزبطت بقى في ايه في ال tls و زي ما قلنا المتصفحات دلوقتي كلها بالدعم ال 2 بالدعم الفرجلات الاديمة من ssl او واخر الفرجلات من ssl والفرجلات جديد من ال tls. ال wizard او كيف يعمل vpn connection بقى او remote access vpn connection اللي هو clientless clientless يعني ال client لا يستطفش application اللي هو ال web ssl. كيف يعمل clientless ssl vpn على ال firewall. زي ما اتركنا المقر عليك في ال na هو انك تتطبق الكلام ده على ال asa firewall. فهنا حتى المقر عليك نتطبق الكلام ده بالوزرد بال GUI. يعني هفتح كده ال sdm. اه طبعا ننفذ على التبولش ده عندي client اهو هو ال client لا يقدر بس يبنج على ال gateway اللي هو ثلاث ثلاثتات. يعني وجدنا شوفنا كده هنا عندي. ال client لا. اه هي بنج كده على الثلاثتات ده. طيب يقول لك بيبنج لكن هل هو عنده background عن اي حاجة يقدر يوصل لشبكة الثلاثين ماقدرش طبعا. لو يكده بنج على ثلاثين zero zero one هنا مش هيقدر يوصل للنتوورك دي. طيب. تعالي نفتح بقى ال fire rule كده. وانيجع على وزرد سبارده. واجع على vpn وزرد. واعمل ال clientless ssl vpn wizard. تمام? زي ما انت شايف اده client من البيت بالبراوزر البيت. وهده ال sdg2 هو ال fire rule. وهيخش اكسس لا ال network بعد ما يطبع عليه group policy معين. ال next. هنا طبعا هنمشي مع ال steps واحدة واحدة اهو. اسمي هذا ال profile لان ال fire rule بيكار ال connection profile. هسميه مثلا. vpn او r a vpn مسلا. certificate طبعا لسلا ما فيش certificate هنا. طبعا هيستقبل ال connection ده على ال interface outside. مواجه الانترنت. اه تحط في connection group مسلا اسميها group one. عشان هو بيجون يختر ال group دي. او اخش على ال URL ده. next. هاي او senticate منين. وهو كده كده ال fire rule لما يستقبل ال connection يعمل sentication user. او senticate منين. هل عندك triple a server مسلا ممكن. الا او senticate منه. عندك Weird ممكن عند enriched user one. وهو اسم به سازكو ده. عند نحص ممكن يا hablات. deinen, واضح ال password وجستOkay. AND اضيف users زمي انت اعاوز.으كبر tram nadia. تكاريت اه او تقريت في الديفولت ايان كان هنا بقى يعبار عن اللي هيدوس عليها الكلام تير عشان يقدر يخش حاجات معينة جوه فما يكون امانش دي كده وقول له اه ده كاريت جديدة مسلا سميها واقول فيها لو داس على اللي اسمه هيوصله على اللي اللي هو مودع من اتش تي بي تلاتين زيرو زيرو ون طيب لو ضفت لينكة تانية مسلا اقول له اه بوك مارك اسمه الف تي بي سيرف اي اسم لو داس على اللينكة دي هيروح على الف تي بي مسلا تلاتين زيرو زيرو ميتين مسلا وهكزا ضيف بقى هنا ايه لينكيات زي ما انت عدوا له اوكي اوكي نكت بس خلصت القصة على كده ايه بقى بس انه عندي الكلاينت يفتح البراوزر ويكتف البراوزر بس الايه ايه ايه اي بي الاوصد انترفيس بتاع الفايرو يعني هي عندي الكلاينت يفتح البراوزر زي ما قلنا هو ملوش اي اكسس على الويب سيرفر اللي هو تلاتين زيرو ون ده ما يقدرش يوصل له لكن الاول يعمل اتش تبي اس ويكونكت على ايه على جيتوي اللي هو تلات تلاتات هنا اقول طبعا انترصت لان السرتيفكات بتاعه الايه مش ترصت بالنسبانه اقول له اي اندرستان اد اكسسيبشن اد اكسيبشن هنا صفحة الدخول هتديله اليوزر اللي عملته من شوية اليوزر ون وده الباسورد يوزر ون وقول له لوجين زي ما انت شايف جگل ايه جmanuel الباك ماركس الي ان اقدر بتدوس عليه مفيشغل للكت الليل الويب سيرفر ولنكت اي افتي بيا سيرفر لو دست هعم لينكت الويب سيرفر اس وحول ن peweler صفحة الوالب اللي هي مرح اا اا على الصفحة اللي هي على اا العظ لجهاز تلاتين جزير وان ده here اا النتراص هي صفحة الوا sms ايها نفس الصفحة دي تمام طيب ضيب بقى روابط عندك زي ما انت عاوز جوه الايه عدل في البوك ماركت دي وضيب فيها اللي انت عاوز. دي باختصارا فكرة او طريقة 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 تطبيق الايه? طريقة تطبيق الاساسل في بي ان على الاي اس اي فايرو. طيب. النوع التالي هيكون عن طريق الاني كونكت من الكلاينت بقى هيينستول عنده زي الاني كونكت سيكير موبايل كلاينت. ومن خلاله هيقدر ان هو برضو هيضايل على الانتورك زي ما شفنا كده تمام? وساعتها هيبقى له فول اكسس على الانتورك. ساعتها هيقدر يفتح الويب بقدر يعمل تيل نت يقدر يعمل يعمل اي حاجة مع اجهزة الايه? مع اجهزة الانتورك. زي ما قلت لك هو مش بيخش جوه الانتورك هو بيتعمل له كفيرش والانتورك بينه وبين الشبكة دي والفايروال بيروت بينهم. فهو بيقى له فول اكسس لكن هو بيخدش اي منهم ما بيقاش داخل جوه الانتورك دي. وبيقى فرنجي تاني او في الشبكة تانية جانبه ما يقدر ان هو ايه يخش اكسس ريسورس دي. طيب تعالى نشوف الموضوع ده هيتمنزل. الااا. طيب ده بس نصفر اللي يبدأ عشان نعمله من الاول. طيب تعالى نشوف بعدها هيتعمل ازاي على الااا الفايرروال. هفتح أيضا الويزرد. هاجه على vpn wizards المرة دي هاختار الاني كونيكت vpn wizard هكي هشفنا site to site والكلينتلس مرة دي نعمل الاني كونيكت vpn والاخير بها يبقى اللي هو الاي بي سيك ريموت اكسل vpn طيب الاني كونيكت vpn wizard نكست هكريت بروفايل كونيكتشان بروفايل اسميه لكم بروفايل وان هيروسيف الانترفيس الاني كونيكت юكي هاد نكست. قم بتعمل vpn و싡� ssl هاختار الى ssl. بما دي فيش certificate. يقولو نكست. هنا الكلينت ايمج. هنا الهي بتحط عليه الاني كونيكت ملف دوت بي كي جي عشان لو الكلينت ما عندوش الصورة الي هاي طبعا عندو يقدر يحمله من على ايه? من على السيرفر. فهولو اد. هولو ابلود بقى هو براوز من فروم لوكال فايلز. عندي عدس كتوب بملس اسمه اني كونكت اهدو بي كي جي. هولو ابلود الفايل. دي ازا نقولنا عشان لو الكلينت نفسه ما عندوش السورس اللي يسطبه عندو لان يكوننكت نفسه. يقدر يخش بالبراوزر الاول. يحمل برنامج يسطبه وبعد كده ايه? وبعد كده يسطب عندو ويكوننكت بي بعد كده. اوكي. كده الملف ابلود. تمام. اقوله نكس. هل سنتكت منين? مارضو من الوكال داتا بيز. ادر يوزر نيم. طبعا حمز نيم. سيجناش ايه اعدالات. تاني. في اليوزر التاني. بما انه هيعمل هيكون طبعا هيكون فيه ايبهات المفروض يتاخد بين الاتنين. زي ما تلك هو بتعمل عندي ادل. هيكلاينت هيوصل هيقفيه مثلا الكلانت الموجود هنا في المكان ده. بعد ما بعد ما يكوننكت. فهيقفيه بين الاس ايه وبين الاس ايه وبين الاس ايه وبين الاس ايه. المفروض تاخد منفصل بعيد عن الشبكة الانترنل وبعيد عن الايبات. ده هتبقى نيتورك كأنها وصلة بالاس ايه وهو اللي بيروت الترافك بين شبكة اليوزر دي وبين الايه وبين الانترنل نيتورك. فازم احدد بولت الايبهات دي هنا. ما عنديش طبعا اي بولز. الاس ايه بكلا على الاس ايه فولو نيو. هاسميها مثلا بول وان اديها سارتنج اي بي مسلا من اي حاجة ربعتاشر زيرو زيرو زيرو. واحد لحدة ربعتاشر زيرو 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 مثلا مية. الماسك مثلا متين خمسة وخمسين زيرو 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 اوكي. هتديهم كمان دين اس سيرفر تديره كمان دين اس ممكن تديره انترنل دين اس سيرفر يريزولف منه او تديره مسلا ببليك دين اس. عندك وينز عندك دومين نيم مسلا تست. الوكال نيكست. هتستثني ترافك معين مسلا من نات عندك الانسايد نيتورك برضو هتستثني من نات. نجي الخطوات اي ستيب باي ستيب. وفي الاخر تقول له نيكست وفينيش زي ما عملنا بالزبط في المرة اللي فاتلة. نيكست ونيكست. وفينيش. طيب هال الكلينت ده. هو هوندو سيفن ده. طبعا انا اقول بيبنج على جيتوين. بيبنج على البابليك ايو تاع الفيرول ده. يبنج كده. تحسب بيبنج. طيب زي ما قلنا مالوش اي علاقة بالشبكة الانترنت تلاتين زيو 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 ما عرفش عنه اي حاجة. اول خطوة هيعملها انه الاول ما عندوش البرنامج انستولد فيفتح البلاوزر ويعمل اتش تي بي اس. عالبابليك اي بي. تلات 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 اوثنتيكات. اربعة تلات 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 الاول. وبعد كده نوضي للسوفتوير. نقوم بفيرن على البروفايل اسم لبلفايل اذن ادخل اسم لاته بي او باكل دوت ايكس اي. ويبدأ اصطبه. هذا البرنامج. اصطبه اصطبه اصطبه. اصطبه. اعتقد ان الوضوع بسيط جدا. يعني ابسط من من السيتوسايت. واسهل حتى في تطبيقه. اصطبه. اصطبه. نستخدم الطول دي. هكذا هفتح في. هنا وادخل اسم. اصطبه. اصطبه. هذا المفترض. اصطبت. الا Liverpool sult bit the key to google. اصطبه. إن marketing с Full chain. مفترض ان تأتيب ال Rights tab. اصطبه. نفسه يعني اقول له accept ماشي. هندخل username والpassword هقول له هنا user one وهده الpassword user one اقول له اوكي. هنا اه لو فيه قبيت ولا حاجة. لو انت مثلا مسطب version من ال ASC عليه version اه احدث منه هيعمل update للامج الموجود على ال ASC. الامج الموجود عليه من ال ASC. هنا بقى لو قلت اشوف كده الايبي اللي اتخد هتلاقي الـ Name range اللي شخف للهконجسizione او 12.ÖهLa انا كنت اه كان عندك ال OreK وا Limitar 一اد وهو اربع فا Dragoот Pkanеть وقالل اس place再 определ fulfilling واخد جيتوي كام 14-0-2 من نفس الرينج اللي انا حدته له سعيتها بقى هنا يقدر يقدر يوصل بالانترنال نتورك لشبكة 30 يبينج مثلا كده على 300-01 جالوا البلايمن 300-01 اهو لو لو فتح البراوزر كده وكتب هنا كده بقى 300-01 بقى فيه connection عادي جدا مع النيتورك لو لو هنا فعلنا مثلا حاجة زر remote desktop بيقالوا full access على النيتورك مثلا جيت على remote كده تسأل اللو remote اوكي وهجي من ده كده اعمل remote desktop connection على 300-01 ادى ال user name و password وهو connect على ال xp password زي ما انت شايف remote desktop connection وكأنه واصل بشبكة كأنه جوه نتورك بزلطه بx network بالكامل مش زي الweb ssl اللي هو يدوب شوية روابط وبيدوس بس على الانكات اللي يحددها ب admin وطبعا ده له استخدامه وده له استخدامه وده بس كان المطلوب منك والمقر عليه في موضوع ايه في موضوع remote access vpn لو كملت ان شاء الله لاني بسكيروتي هتاخذ في شهات ال vpn انواع مختلفة كثير من ال vpn وفي كده انتهينا من وخلصنا ال vpn والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة